لا شيء يوحد الحلف مثل الخوف ولا شيء وحد الحزب تاريخياً مثل روسيا في تاريخ 1946 في الأول من أيار قام ستالين بكلمته التاريخية والتي أعلن فيها بأن الحرب العالمية الثانية انتهت وأنه الآن الحرب الرئيسية هي ضد الإمبريالية وأدى ذلك عملياً إلى تزويب العديد من الحواجز ضمن التحالف الغربي ولكن الأهم من ذلك أن الحلف الأطلسي تشكل على أساس كرد تفعل على الموقف السوفيتي الآن نحن أمام وضع مشابه وربما أكثر تعقيداً في ظل أزمات عالمية متصاعدة وحرب مستعرة في أوكرانيا وفي غزة تنعقد قمة النيتو في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث يجتمع قادة الحلف لمناقشة ما يوصف بالتحديات التاريخية التي تواجه الأمن العالمي بعد 75 عاماً على تأسيس النيتو ومع انضمام دول جديدة إلى الحلف كفنلندا والسويد يبحث النيتو تعزيز دفاعاته وأليات الردع وتعزيز التعاون الدولي لكن تلك التحديات لا تقتصر على العامل الخارجي فحسب بل إن الحلف يواجه أيضاً تحديات داخلية يرى فيها بعض المراقبين تهديداً محتملاً لبقاء النيتو ما هي التحديات الداخلية والخارجية أمام حلف النيتو بعد 75 عاماً على تأسيسه؟ هذا بودكاست تستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي وأنا محمود الشيخ أرحب بضيفي من واشنطن الدكتور سمير التقي الباحث في معهد الشرق الأوسط للدراسات مرحباً بك الدكتور سمير أولاً أتشرف بك شخصياً وأتشرف بجمهوركم وبفريقكم أهلين مرحبتين أهلاً بك دكتور سمير إذن 75 عاماً على نشأة حلف النيتو هذه القمة تأتي بعد مرور هذا الزمن الطويل وهناك قمة على طاولتها مجموعة من الملفات ما هي أبرزها؟ أولاً بعد إرقادي الأبرز هو قضية إعادة هيكلة الرؤية السياسية والستراتيجية استراتيجية لحلف النيتو في ضوء المستجدات الناشئة في ضوء التحديات الكبيرة التي يواجهها الحلف ليس فقط فيما يتعلق بالوضع العسكري بل وأيضاً إعادة موضعة حلف الأطلسي في الرؤية المستقبلية للقرن الحادي والعشرين من الوجهة الاستراتيجية بل وحتى الحضارية وإذا كان يفترض الحلف الأطلسي بأنه عملياً يعني يحمل أو يدافع ويحصن الدول الليبرالية الديمقراطية فهذه بالذات هذه المفاهيم بالذات هي عرضة لمراجعات ولتهديدات كبيرة وبالتالي المهمة الرئيسية ستكون هذه لكن هناك عدد كبير آخر من التحديات العملية وليس فقط النظرية والسياسية الجانب الرئيسي هو وحدة الحلف القضية الرئيسية هي وحدة الحلف وضمان أن يكون له رؤية سياسية متقاربة تسمح بإنتاج سياسة عسكرية وستراتيجية عدد من التحديات تواجه الحلف اليوم في منطقتنا مثلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمل إفريقيا ما التحديات التي يواجهها الحلف هنا؟ التحديات الرئيسية فاعتقادي هو أنه عملياً أنا أفضل أن أبدأ بالحديث عن التحديات التي نشأت نتيجة فترة الاسترخاء الكبير في المفاهيم الاستراتيجية وفي السياسات الاستراتيجية للحلف جرى هناك نوع من البطر الاستراتيجي وتفككت عناصر سياساته إلى حد بعيد بل ومن ناحية الاقتصاد السياسي يمكن أن نقول بأنه نشأت تحالفات بين طبقات سياسية محددة في المجتمعات الأوروبية والأوليجارش العالمي الأوليجارش المتمثل بالأوليجارشية الروسية وعدد أيضاً من الأنظمة في العالم والتي عملياً كانت تتسلل داخل الحلف الأطلسي وتفككه في منطقتنا فاعتقادي التحدي الأساسي هو أيضاً نتيجة الإهمال الطويل لقضية الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والاستسلام إلى الراهن واستسلام للسياسة والديبلوماسية يوماً بيوم دون رؤية استراتيجية تسمح برؤية المخاطر المتعلقة بالموضوع لأنه في فترة معينة كان هناك نوع من ندب لروسيا في الأدريم وهذا الندب لروسيا ليس فقط تم وكان هناك قبول بعمليات الغزو والاحتلال التي تقوم بها روسيا في الإقليم بشكل عام والذي امتد من القفقاس إلى البلقان إلى سوريا والآن نحن نواجه وضع تحديات كبيرة متعلقة بمناطق أو ما يسمى بعنق الزجاجة في منطقة الشرق الأوسط والمتعلقة بالأمن البحري والخطوط النقل البحرية والتي يبدو أنها أصبحت عملياً مجال صراع سببه الرئيسي أنه بعد إخراج روسيا من السوق العالمي عملياً هي تحاول أن تبني شبكتها العسكرية في البحر الأحمر وفي شرق المتوسط والدليل هو المناورات العسكرية الأخيرة التي قامت بها في شرق المتوسط من خلال بحريتها في طرطوس وأيضاً ما يجري في باب المندب في هذا المجال ينشأ تحالف دولي بين قوى الأوريغاشية أقصد بالقوى الأوريغاشية أقصد قوى الأنظمة التي تحكم من خلال رأس مالية الدولة الاحتكارية وأنا أقول دائماً إلى جانب هذا الكلام الفاسدة بمعنى أن هناك طغمة معينة لأسباب عقائدية وغيرها تستولي على الحكم وعملياً تدير مصالح هذا البلد بطريقة تخدم هذه الأوريغاشية وبالتالي نعم هناك تحالف ينشأ في الشرق الأوسط هدفه عملياً إعادة تموضع هذه القوى وعلى رأسها روسيا من أجل أولاً قضية أمن البحار وأعتقد أن هذه القضية هي الآن القضية المحورية وهناك أيضاً جوانب أخرى متعلقة بحصول هذه القوى على منصات مختلفة سواء في الشرق الأوسط أو في وسط آسيا ربما المفتاح أو الكلمة المفتاحية في كل ما تفضلت به وهذا التصنيف الدقيق للحديث هو روسيا القوى الروسية الحرب في أوكرانيا الاشتياح الروسي لأوكرانيا وما يجري بعده وهذا دفع إلى ربما إعادة النظر في استراتيجيات للردع والدفاع كما قرأت من محاور الموضوع على الطاولة طيب ما هي الاستراتيجيات التي سيتتبعها الآن نيتو في مجال الردع والدفاع؟ ما الذي سيتغير في عقيدته ربما؟ النقطة الرئيسية هي السعي أولاً كما قلت سابقاً لإنتاج سياسات موحة جرى نجاح كبير في هذا المجال ولكنه أيضاً يركز الآن الحلف على إنشاء تحالفات سانوية من صلبه وهذا يتم الآن على سبيل المثال بريطانيا تنشئ تحالفات عسكرية أو اتفاقيات تعاون عسكري عميقة مع الدول الإسكندينبية هناك مسعي لسد الصغرات الدفاعية الرئيسية لدى الدول البحر البلطيق السوفيتية السابقة استرونيا، لاتفيا، لتوانيا وأيضاً دفع لتعاون أكبر مع بولونيا ومع ألمانيا من أجل سد الصغرات في هذا السياق الاستراتيجي لأن من الواضح أن روسيا لا تتطلع إلى أوكرانيا وحدها ولكنها تتطلع إلى سد الصغرات الاستراتيجية التي كانت دوماً معبراً نحو روسيا من الناحية الاستراتيجية سواء عبر المعبر الموجود في جبال بولونيا أو المعبر بين مولدغا ورومانيا وهذان المعبران لذان يشكلان خطة استراتيجية لدى روسيا لماذا نقول ذلك؟ لأن روسيا في كل ما قامت به سواء في أبخازيا أو في القرم أو ما قامت به في أرمينيا بين أرمينيا وأزربيجان كان الهدف الرئيسي عملياً هو إعادة السيطرة على منافذ استراتيجية تجد أن من الضروري احتلالها وتوسعها في إطار إعادة إنتاج النوع من الهيمنة التي تشبه الهيمنة القيصرية الروسية وبالتالي نعم هناك مخاطر والخلاصة الرئيسية التي أريد أن أصل إليها وهي أن من ضمن وتحت خيمة الأطلسي يتم إنتاج تحالفات عملية عسكرية تتولى فيها بعض الدول سد هذه الصغرات إضافة إلى أن التحدي الكبير الذي يريد تنويع عليه فقط بسرعة وهو التحدي العسكري الصناعي ربما سأدخل أكثر في تفاصيل حول التحدي العسكري الصناعي لكن كل ما تفضلت به دكتور سامير كان يتحدث عن استراتيجيات لنقل خطط مطروحة طاولة استراتيجياً على أرض الميدان والأرض الواقع هناك دولة تتعرض الآن لاحتلال من جانب روسيا هي أوكرانيا وتطلب دائماً مساندتها من قبل حلف النيتو تحاول الانضمام إلى حلف النيتو ما الذي سيقدمه الحلف بعد هذه القمة؟ هل يمكن للحلف فعلاً أن يضم أوكرانيا بمثل ما فعل مع فنلندا مثلاً ومع السويد؟ ليس بهذه السرعة ولكن بلا شك أنه على جدول أعمال حلف الأطلسي في لقائه الذي ليس فقط لقاء احتفالياً في واشنطن هو قضية وضع أوكرانيا بشكل غير قابل للارتداد على طريق الدخول إلى النيتو رغم أن لا يوجد إجماع حالياً داخل النيتو حول قيام حول ضم أوكرانيا فوراً السبب في ذلك وأنه في حال انتساب أوكرانيا ضمن هذه الظروف الحالية فعندها سيتطلب الأمر من النيتو الدخول مباشرةً لدفاع وهذا ربما لا ترغب كثير من الدول في النيتو الآن الانخلاط به بل الاستمرار في نمط الدعم الراهن المتعلق بمعنى دعم أوكرانيا ولكن أن تقاتل هي بجمودها على أراضيها قدر الأمر يمكن وصفوه جسر إلى التحالف أو جسر إلى الحلف ولما أفهم في الواقع أن الوصف يبدو غريباً نوعاً كيف جسر إلى الحلف نعم المقصود هو أن يكون هناك طريق واضح غير قبل الارتداد لطمئنت أوكرانيا بالتزام الحزب بأمنها ولكن بالمقابل إذا دخلت الآن سوف يكون الحلف مضطراً لأن يكون بنشر قواته وعندها هذا ما تحاول أن تتجنبه ليس فقط الولايات المتحدة بل وبريطانيا وعدد من الدول عندها ستذهب الأمور في اتجاه المجابهة النهائية مع روسيا وهو في الظروف الحالية هناك خشية من قضية يعني ميل القيادة الروسية لاستخدام الأسلحة الدمار الشامل وإن كان على مستوى تكتيكي بالمفهوم التكتيجي لا يوجد شيء اسمه أسلحة نومية تكتيكية طيب كنت وعدتك أن نعود إلى مسألة التصنيع العسكري أو استراتيجية التصنيع العسكري لأنك أردت أن تعرج على هذه النقطة بتفصيل أكثر ما الذي يعنيته دكتور سمير بمسألة التصنيع العسكري أو استراتيجية التصنيع العسكري الجديدة؟ في أعتقادي الآن هناك بعض الإشكالات المتعلقة بالصناعة الألمانية والصناعات بشكل عام في دول الاتحاد الأوروبي وهناك جهد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول أوروبا بما فيها ألمانيا من أجل عمليا إعادة هيكلة الاقتصاد في مرحلة أولا تقطيع العولمة وقضية إغلاق بعض الأسواق هنا وهناك ولكن الأهم من ذلك هناك ميل لإعادة هيكلة الصناعة في اتجاه الصناعات الحربية التي أهملت بشكل كامل لأكثر من سلاسة عقود هناك إنجازات عسكرية كبيرة للمخابر العلمية الموجودة في الأطلسي وفي دول أوروبا الغربية وهذه الإنجازات لا يتم استثمارها وتحويلها إلى منظومات دفاع يمكن في بعض القضايا حتى أن تنافس التكنولوجيا الأمريكية وإذن إعادة هيكلة الصناعة الحربية الغربية لكي تصبح قادرة على إنتاج ليس فقط الدبابات وليس فقط الأسلحة السقيلة وإنما أيضا فيما يتعلق بالتقنيات العالية وفيما يتعلق بأمن ما يسمى بالرقائق بمعنى أن الآن من المعروف أن سمت التحالف ألماني مع هولندا مع الولايات المتحدة مع اليابان ومع عدد من الدول بما فيها الآن هناك حديث عن السويسرا يمكن أن تنخرط في هذا التحالف المتعلق بإنتاج رقائق 2 نانو جرام وبالتالي كل هذه المعطيات التي يتم الآن هناك انزياح كامل في أولويات الصناعة وأولويات التوظيف المالي بلا شك أن ذلك سوف يكون له تداعيات اجتماعية ويأخذنا ذلك ربما إلى حديث الدكتور عن الحرب السيبرانية أو الحرب المعلوماتية لنقل إن صحة التسمي الأوضح وأيضا هناك استراتيجية لتطوير هذا الجانب لأنه على ما يبدو يشغل بالحلف نعم القضية الرئيسية هنا هي أن بالأصل هناك العيون الخمسة التي تنخرط فيها بريطانيا مع الولايات المتحدة وعدد من الدول المحددة والتي لعبت دور رئيسي في ضبط إدارة المعلومات في العالم لمنع عمليات الاختراف التي قامت بها الدول التي على خصومة أو على تنافس مع حلف الأطلسي مثل الصين أو روسيا أو إيران وهذا ساعد إلى حد ما ولكن الآن القضية الرئيسية هي الآن إعادة هيكلة الدرع السبراني لحلف الأطلسي بحيث يكون أكثر مناعة وأكثر تكاملا بحيث أن عمليات قيادة المعارك وقيادة التحركات العسكرية تكون مأمونة وهناك تخاطع فيما بينها ومرينا بسيطة أهم المهمات لحلف الأطلسي هذه القمة تنعقد مع رئيس جديد لهذا الحلف مارك روتة الذي أخذ من ستوتنبرغ نود أن نعرف ما الذي يمكن أن يحمله الأمين العام الجديد لحلف الأطلسي بلا شك أنه سيكون أمامه تحديات مقطعة النظير شتوتنبرغ عمليا كان يقوم بدور ريادي رئيسي وفي اعتقادي أن الرئيس الجديد يمكن له أن يلعب دور هام خاصة أنه يحمل أجندة بشكل عام واضحة صارمة محددة وأيضا لديه علاقات طيبة مع عدد من الدول ذات الأهمية الآن ضمن الحسابات الاستراتيجية المتعلقة في دول البلقان والدول السكندينبية وأيضا موقفه أيضا وعلاقاته مع بريطانيا لذلك من ناحية العملية هو قدرته أن يكون ينسق هذا العمل ويرتقي به إلى مستوى أعلى هذه الكفاءات يتم استثمارها بشكل يعني باعتقادي إذا تم استثمارها بشكل صحيح يمكن أن تنتج أيضا المزيد من الوحدة داخل بنية التحالف طيب الآن نأتي إلى ربما السؤال الذي دائما يعني 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 يسأله حتى من هم من أبناء دول منضوية تحت هذا الحلف ما هو مستقبل هذا الحلف كان الرئيس الأسبق رئيس المريكي السابق دونالد ترامب كان قد تحدث عن أنه يعني حتى الدول منضوية تحت هذا الحلف عليها أن تدفع في حال أرادت من الولايات المتحدة أن تدافع عنها مما أوحى نوعا ما بنوع من التشكيك أو نعدام الثقة بين أفراد هذا الحلف ما تصورك لمستقبل الحلف لا شيء يوحد الحلف مثل الخوف ولا شيء أوحد الحزب تاريخيا مثل روسيا في تاريخ 1946 في الأول من أيار قام ستالين بكلمته التاريخية والتي أعلن فيها بأن الحرب العالمية الثانية انتهت وأنه الآن الحرب الرئيسية هي ضد الإمبريالية وأدى ذلك عمليا إلى تزويب العديد من الحواجز ضمن التحالف الغربي وبسرعة تم إعادة تشكيل وهذا الشيء المهم يعني الدعم قوي لمنظومة بريتنوز التي ولدت في 1945 إذن تأسس الأساس الاقتصادي السياسي لهذا التحالف على المستوى الكوني ولكن الأهم من ذلك أن الحلف الأطلسي تشكل على أساس كردة فعل على الموقف السوفيتي الآن نحن أمام وضع مشابه وربما أكثر تعقيدا أولا هناك ظرف جديد متعلق بالوضع في أوكراينيا ومحاولة روسيا أن تعيد إنتاج توافقات تفريضها على أوروبا على نمط اتفاقيات يالتا وأيضا هناك قضية التنافس الاستراتيجي أنا لا أعتبره عداوة إطلاقا ولكن هو التنافس الاستراتيجي مع الصين وطريق تدبيره هذه التحديات التي في رأيي أنا تجعل من الحلف الأطلسي ضروريا عبارة عبارة جدا مهمة مسألة الخوف توحد والمثال التاريخي الذي تفضلت بذكره لكننا أيضا أمام يعني ربما لحظة مستقبلية الولايات المتحدة مثلا على أعتاب انتخابات ربما قد تأتي بترامب نفسه الذي كان يتحدث عن هؤلاء بالنهاية هناك مصلحة عملية بيزنس مال تريد أن أحميك ادفع لي أنا بالنهاية قادر أن أحمي نفسي كولاية المتحدة هل تتصور أن تتغير هذه السياسة بوصول ترامب مثلا إلى الرئاسة هل هناك خوف على مستقبل الحلف من وصوله فعلا؟ يعني أولا هذه المرة إذا جاء إلى السلطة لا يزال هناك جدل حتى حول بايدن جدل حول ترامب بالذات ولكن في اعتقادي حتى لو وصل فهناك نوع من الاستعداد أولا أن أوروبا أدركت متأخرة طبعا أهمية أن تحتفظ بقدراتها العسكرية وأن تعيد إنتاج منظومتها الدفاعية بشكل مستقل أيضا يمكن أن يدمج طبعا في إطار حلف الأطلسي ولكن هي الآن تدرك أن الخطر الماسل أمامها ويهددها أولا وبالتالي سنشهد عملية انعطاب كما قلت ليس فقط على مستوى الصناعات بل عن مستوى الأولويات الاستراتيجية سواء فيما يتعلق بالشرق الأوسط سواء فيما يتعلق بأفريقيا التي ستصبح قريبا ساحة للتنافس الاستراتيجي وأيضا فيما يتعلق بطبيع الصين وروسيا نعم 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 وإيران كل هذه الساحات التي أهملتها أوروبا على الاعتقاد بأن العلاقات الاقتصادية يمكن أن تكون ضمان لعدم حصول الحروب والنزاعات وهو خطأ سبق أن ارتكبته أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى ولذلك الآن هناك وعي أكبر هناك ترند هناك ميل رئيسي في أوروبا ليس للاستجابة مع عملية الابتزاز التي قام بها ترامب في مرحلة معينة ولكن أيضا للاستجابة لمصالحها الرئيسية شكرا لدكتور سمير التقي الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن للدراسات تحية لك دكتور سمير شكرا لكم أصدقائي استمعوا إلى بودكاست تستحقوا الانتباه على جميع منصات البودكاست المفضلة لكم وعلى موقعنا بي بي سي آرابيك دوت كوم وعلى قناة بي بي سي نيز عربي على يوتيوب نسعد بإرائكم واقتراحاتكم شاركوا حلقاتنا هذه مع من تحبون علقوا عليها ولا تنسوا الاعجاب بها والاشتراك في قنواتنا وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه أعدت هذه الحلقة ميس باقي في التنفيذ فيونا فيرمانر وفي إدارة التحرير كريمة كواح وكنت معكم مقدما محمود الشيخ إلى اللقاء